طيور الجنة يدفنون وسط النفايات من قبل النساء هي ليست إشاعة بل حقيقة في منطقة الزعفرانية 150 قبرا تقريبا لحديثي الولادة حفيرت على حفة نهر تصب فيه مياه ثقيلة بعضهم دفنوا من قبل النساء كما يقول أهالي المنطقة هذه المقبرة تقريبا صار لها 8 سنين 9 سنين اللي يدفنون بها الأطفال الزغار اللي السقوط حديثي الولادة مثلا هو حديثي الولادة يروح مثلا للنجف يروح غير مقابر مثلا للمحمد سكران وهذا بعيد عليه وهو حديثي الولادة فصير هذا يعني على المود القرف نسوان يدفنين أكثر شي نسوان يجن يدفنين هنا ويطلع عنا ها بالليل يجن يكثر شي قبور إن كانت كذلك يتم الدفن فيها بصورة غير نظامية يوضع فيها الطفل بحفرة بسيطة فتأتي الكلاب تستخرج الطفل فتنهش جثته كما يتحدث أهالي المنطقة يتحدثون ويطالبون بإيجاد حل لها دفن طريقة مو نظامية وحفرة بمستوى ناصي وتكرمون تجي تشلاب تنبش الطفل وجرجرة ونلقي جثامين أطفال مشمره جبنا قطعة مأثومة اللي يدفن هنا نفس الشي هم دفنوا والمقبرة مو بعيدة يعني صار لها تقريب ثمانة سنين أو سبع سنين وخلال الفترة الأخيرة تزايدت عملية الدفن في هذه المقبرة خصوصا عند الليل والأسباب مادية اجتماعية وغيرها أكثر من مئة طفل مدفون بهذه الأرض دفنوا بطريقة غير نظامية كما يقال واستغيى بالرقابة والرادع لهكذا أفعال هجينة من العاصمة بغداد بدروا الركابي التغيير